لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة نزبط المساحات ومنسبش مساحها للإفواري ديديا لبري تتلعب رمية التماس في القلب كلبالي يتفوق على بسمارك إبياء كارين ندفد بيعمل الصح عمل إبعاد كورة في اتجاه أزارو بيسقط أزارو ويسيب مروان في الأمام عمر السلية أيمن أشرف على طول الكورة الأمامية يلا يا مروان شد حيلك وما تسيبش الكورات العالية للاعب أدامة سيسوكو ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي والمصلحة إكرامي وآدي جبرمدين هايلي المدير الفني لفريق جيمة أبا جفار كان لعب أيضا سابق في منتخب إسيوبيا وكان بيلعب كمهاجم علشان كده الفريق مميز جدا جدا في قدراته الهجومية وبيعتمد على التشكيلة تشكيلة اللعبة المحترفة كورة مرة تانية من يوهان كورة عالية في الأمام في اتجاه ديديا لبري بيلحق يعمل كنترول نخلي بالك يا ندفت بيعمل شغل الفوتورك ويرجع ليه إلياس إلياس بيزبط وبيلعبها على القائم التاني ولكن يسيبها يسيبها شريف إكرامي علشان يأخذ ركلة مرمى عدت مرة أول عشر دقايق من عمر وذمن الشوط التاني واحد جمى أبا جفار لشيء النادي الأهلي ونتيجة لقاءية الزهب والعودة لمصلحة النادي الأهلي اتنين واحد شريف إكرامي على طول وكان تقدم من السلية يطلع أيمن أشرف بيزبط كورته وبيلعبها تمريرة للأمام ولكن لي من يا أيمن تطقطع تعدي ناصر ماهر لوكان وكان يسلم جيمي كل بيعمل تمريرة أمامية ولكن يا ولد يا هاني يضغط ويتقدم ويحط الكرة على الأرض ويدي الاستحواز ودي جملة حلوة سلسية بيحاول يستدها وليد أزار ولكن على طول بيضغط إلياس شيفراوة جيمي كل اللقاء لازال التمبو بتاعه سريع خصوصا من الجانب الأسيوبي هذه إلياس يسلمها مرة تانية لوكانة عايز يربط مع موسى ويعمل هات وخد مرة تانية تمريرات ومحاولات ودي بيسمارك ليه شيفراوة يحطها عالية ولكن إكرامي إكرامي بالمية واحد وتسعين سنتي يعمل العقل على التين متر أربعة واربعين سنتي عرضة المرمة هو قادي ماماده سيدي بيه اللاعب المحترف أيضا اللي موجود وقلت لحضراتكم موجود على دكة البودلاء اللاعب المالي هيدفع بيه المدير الفني هنشوف هل هينزل على حساب بسمارك إبياه ولا يشيل حد من سناء الارتكاز ويبدأ المغامرة الهجومية هنشوف هنشوف أفكار هايلي إيه مرة تانية كورة من كريم نيدفيد يعليها للأمام مروان لكن مرة تانية يوهان يسلم ديديي لبري يقع على الأرض بدون أخطاء على طول ناصر ماهر بيعدي بعرض الملعب وبيرفع وشه ومحدش تقدم أخيرا بيظهر أيمن عمر السلية بيغير اتجاه اللاعب بكورة كطرية في أقصى الجبهة اليمنى لسه ما شفناش أدي محاولة إسلام ولكن إلياس شفراوة على طول يطلع ويعمل إبعاد يصطدها هشام وعلى طول هشام بتاكلينج يطلع كورة إلى خارج الملعب رامي التماس هيخرج محمد موسى فعلا ما كانش ظاهر محمد موسى ولا دوره في التمرارات علشان كده هيخرج وينزل مامادو سيدي بي أول التبديلات والتعديلات ورقة هجومية جديدة لفريق جمع أبا شفار اللي طبعا محتاج هدف تاني علشان يعادل نتيجة لقاء الزهاب ودي كورة أعتقد فيها سفارة وخطأ ضد أيمن أشرف كارت الأيمن أشرف تتلعب على طول الكورة هو يوهان الحمد لله يسدد في السماء بعيدة تماما تماما عن المرمى وحلوة جدا جدا ولكن مروان هو بيشاور لك وهو منتظرك ولكن إشارة إشارة المساعد الأول بتدي ركنية للنادي الأهلي لازم ياخد من بدري مروان ويتحرك ويقطع عقائم الأول خصوصا إن واضح إن وليد أزارو هيلعب هالو مقوسة داخل المنطقة وعايزوا يقطع على القريبة لإن ما فيش حد متقدم كان في اللقطة اللي فاتت دية إلا أزارو ومروان ست ركنيات لجمع أبا جفار مقابل تلت ركنيات للنادي الأهلي ناصر ماهر أزبط يا ماهر تتلعب على طول عقائم الأول إبعاد من دفعات البطل الأسيوبي باسمارك إبياء هيسقط وهيسيب المساحة الأمامية ليه مامادو سيدي بي وجير ماملت هادي سليف كوليبالي بيعمل إبعاد والكورة الكطرية في اتجاه ديديال إبري خلي بالك من دوت من بداية اللقاء وأنا بقول لحضراتكم خلي بالك من دوت أدي تزديدة مرة تانية بيعمل لها بلوك بشكل جيد محمد هاني يوهان مرة تانية لو كان تقدم وكان أدي مامادو سيدي بي عايز يعدي يا ساتر يا ساتر يا ساتر ودي مرة ديديال إبري خلي بالك ولكن عدت عدت مرت وفتحت وبيحول يلحاها جير ماملكة ولكن راية راية من المساعد هيدي إيه ده الداركنية الداركنية لمصلحة جيمة أبا جفار لما بيعملوا تحول سريع من الدفاع للهجوم بيبقى خاطرين جدا وفي بط في الارتداد من لعب النادي الأهلي وفي مساحات في ظهر نيدفيد وفي ظهر أيمن أشرف بيستغلها ديديال إبري وجير ماملكة كرة راسية في اتجاه مروان يلا يا مروان حتى جسمه مروان هل فيها أخطاء من كدرن لكن طبعا الحاكم السومالي عشار باستمرار لا مرة تانية ضغط هو ده اللي بقول لحضراتكم عليه لازم نضغط عليهم بقوة وانصعب مسألة التحضير مرة تانية السولية يزبط كورتو التمرير الأمامية هل مزبوطة ولكن بتوصل أزارو هذه أزارو هذه أزارو بضربة راسية ولكن بيطلها بيطلها في اللحظات الأخيرة دانيال عجيح هارس المرمى والله سرعات أزارو تقدر تسبب إزعاد كبير لأنه أيضا في جاب ما بين رباع خط الظهر والحارس دانيال أجيح وكان في وسط الملعب بيسلم بيسمارك إبياء تمريرة في الجبهة اليومنا عندي جيرما ملكة ولكن هاني على طول يطلع مرة تانية الكرة إلى خارج الملعب رامية التماس تتلعب على طول رامية التماس المباراة أصبحت طبعا صعبة جدا جدا ومس سهلة لا على جيمة أبا جفار ولا على لعبة النادي الأهلي أدي كرة مرة تانية في اتجاه المرمى ولكن بيأمنها إكرامي ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي ويوسف عمل تبديلة زكية ناقص الإيجابية فقط من مروان ومن أزاره والتمريرة الحلوة من ناصر ماهر علشان الحكاية تكتمل ونجني سمار التبديل والتعديل ماما دو سيدي بي بيسلم على طول ليه إلياس إلياس ليه اللاعب السريع إذ جناح الأيسر ديديي لبري لكن على طول المرة دي كريم نيدفيد يزقها وبيعمل رمي التماس زيها زي الركنية ديديي لبري بيلعبها عقام الأول ودي على طول إبعاد من دفاعات النادي الأهلي ولكن دايما الإبعاد ما بيبقاش مظبوط أدي ترئيسة من لبري وبيلعبها أرضية ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد عمر السلية قافل قافل القائم الأول بشكل جيد يطلع علشان تبقى الركنية رقم 8 لجمع أبا جفار تتلعب على طول الركنية إبعاد من دفاعات النادي الأهلي والريباوند وسوق الاستقلال من الفريق الأسيو بيعمل إبعاد للكرة إلى خارج الملعب وشريف إكرامي بيتكلم الأمامية المباختة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة